بعد تحشيد العسكري الكبير بدأت الأزمة الأوكرانية تسلك مسار الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب حيث كان الرد المباشر على قرارات الرئيس الروسي فرض حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية وأبرزها قرار المستشار الألماني أولف شولتز بوقف العمل بخط غاز الشمال 2 القادم من الغرب الروسي عبر بحر البلطيق والذي اكتمل مدة العام الماضي اكتمل مده وتجهيزه ولكن لم يبدأ ضخ الغاز عبر هذا الخط بانتظار موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والتي تم إرجاؤها للنصف الثاني من العام الحالي بسبب التوترات السياسية قبل أن يتم الإعلان اليوم عن تعليق المصادقة ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي كان قد دعا حلفائه إلى اتخاذ هذا القرار ورحب وزير خارجيته باتخاذه واصفا إياه بالخطوة الصحيحة مشيرا إلى أن القيادة الحقيقية تعني اتخاذ قرارات صعبة في الأوقات الصعبة وهذا ما تثبته الخطوة الألمانية كما أشادت به وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تروس التي دعت أوروبا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وأكدت على ضرورة تحميل روسيا مسؤولية أفعالها التي قالت إنها ستقابل بتكاليف باهضة وأكد المستشار النمساوي على أن المصادقة على خط الأنابيب سيتوقف وأن نوردستريم 2 هو جزء من العقوبات المتوقعة فيما كانت واشنطن قد هددت مرارا بأن خط أنبيب غاز الشمال لن يبدأ تشغيله إذا أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا واليوم أفاد مسؤول أمريكي للحدث بأن خط الغاز أغلق للأبد وليس مؤقتا هذه الخطوة الأوروبية التي يبدو أن السلاح ستكون له تبعات وقد تنعكس تداعياته فعلا على القرى الأوروبية بارتفاع أسعار الغاز الذي تمتد عليه بنحو 23% تعتمد أوروبا بالطبع فيما جاء تعقيب روسيا عليها باتهام الغرب بمحاولة إيقاف روسيا وربط السياسة بالاقتصاد بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر